بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في بارت فورتين اللي بنتكلم فيه على Limitations on Percentage of Reinforcement أو بمعنى Reinforcement Ratio أولا بالنسبة لو أنا عندي Cross Section Cross Section دوت لأبعاد معينة اللي هو البي وليه الديبس اللي هو دي المقصود بنسبة التسليح اللي هي رو بنقول نسبة التسليح هي عبارة عن مساحة الحديد اللي موجودة في القطاع مقسومة على أبعاد القطاع اللي هي بي في دي طب إحنا لما بنيجي نتكلم عن التسليح بيبقى عندنا حاجتين حاجة اسمها الأبر Limit واللور Limit بمعنى أن الحديد المفروض التسليح اللي عندي نسبة التسليح ما تزيدش عن قيمة معينة وما تقلش عن قيمة معينة مين البالانس بالنسبة لنا اللي هو الرو بالانسد الرو بالانسد ديت هي القايد بالنسبة لنا فبنقول إن الأبر Limit في الحالة ديت الرو أقل من أو يساوي خمسة وسبعين من مية رو بالانسد طيب ده طبقاً لأي سي آي اللي هو الامريكان كونكريت انستيوت الفقرة عشرة بوينت سري بوينت سري يبقى عنا عندنا دلوقتي محكمين بالرو بالانسد إن الرو الماكسوم عندي تبقى أقل من أو يساوي خمسة وسبعين من مية من الرو بالانسد طيب في الحالة ديت بنقول إن احنا عايزين النسبة ديت ليه؟ علشان نشور نتأكد إن ستيل ييلس بمعنى ييلس يعني اللي موجود في الستيل يبقى أكبر من السترين اللي هو الييلد سترين اللي هو يبقى في الرنج تقريباً من 1.8 إلى 2 في الحالة ديت بنقول اللي موجود في الستيل أكبر من السترين اللي هو الييلد سترين دائم تنحصد لما الرو اللي عندي تبقى أقل من أو يساوي 75 من 100 الرو طيب برضو فيه هنا اللower limit اللower limit اللي هي المقصود بيها الرو الرو ديات بنقول عليها المفروض اللي هي تبقى من 0.4 إلى 0.5 رو طيب في الحالة ديات بنحسابها ازاي اللي هي الاريا ستيل منيوم ديات اللي هي ثلاثة في الجزر بتاع F-C- اللي هي مقاومة الضغط مقسومة على F-Y اللي هي في البي دابليو المقصود بيها اللي هو الويب اللي عندي الويتس بتاعه بيساوي كام في الدي الكلام دوت لازم يبقى أكبر من أو يساوي 200 على F-Y في B-W في الدي الكلام ده according to الـ ACI إكوشن عشرة ثلاثة يبقى احنا بنتكلم على الاريا ستيل منيوم بنحسابها بعد ما بنعمل الديزاين عشان أتأكد ان أنا الرو اللي بتاعتي اللي هي بتحقق اللوور ليميت وبين جميع الأحوال لازم تبقى أكبر من 200 على F-Y في البي في الدي طيب اللوور اللي هو خلاصة الكلام اللي هو الرو مينيموم احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على ما يسمى بالاريا ستيل مينيموم طيب لو الرو مينيموم بنحسبها ازاي ثلاثة جزر F-C- على F-Y الكلام ده اكبر من او يساوي 200 على F-Y طيب الكلام ده مهم جدا ليه علشان دايما في حاجتين عندي اللي هما بنسميهم ال-M-N اللي هو ال-Strength بتاعت القطاع وال-M-Cracking المقصود بال-M-Cracking هو المومنت اللي بيحصل عنده شروخ في الكاميرا اللي عندي على سبيل المثال لو انا ال-Applied Moment اللي عندي اللي هو M-N اكبر من M-Cracking على طول هيحصل Failure لكن العكس لو M-N اقل من M-Cracking ما يحصل شي Failure